وإلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة مواصلة المساعي وبذل كل السبل بهدف التوصل إلى التهديئة وتحقيق حل سلمي للأزمة الأوكرانية وكذلك أهمية العمل نحو حقن الدماء مشيرا إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفية تلقاه شكري من نظيره الأوكرانية ديمترو كوليبا تداول فيه العلاقات السنائية بين البلدين وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية وقالت الخارجية أن الوزير الأوكراني أطلع شكري على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا نفت الخارجية الروسية إطلاقها أي تهديد باستخدام الأسلحة النووية وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن الولايات المتحدة تتهم بلادها باحتمال استخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا من أجل تخوي في سكانها وأكدت زخروفا أن موسكو لم تهدد أبدا بأي أسلحة نووية ولكنها تحذر الجميع من مثل هذه القطوات التي وصفتها بغير المسؤولة مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول بشكل منهجي نشر أنباء كاذبة بأن وزير الخارجية الروسي سيرجيلا فروف يهدد باستخدام أسلحة الضمار الشامل أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية نيتو روب باور أن الحلف يعد أنجح تحالف عسكري في التاريخ بسبب وحدته وقدرته على التغيير وخلال كلمته أمام اجتماع رؤساء أركان جيوش دول حلف الأطلسي قال المسؤول الأوروبي إن الأزمة الأوكرانية قدمت للحلف واقعا استراتيجيا جديدا مشيرا إلى أن الحلف أظهر في الأشهر القليلة الماضية أنه قادر على التكيف في موقفه بسرعة وفعلية أشهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالقدرات السويدية العسكرية الحديثة والمتطورة معربا عن تطلعه لمساهمات السويد في حلف شمال الأطلنطية ورحب وزير الدفاع الأمريكي في مقر البينتاجل بطلب السويد التقدم للحصول على عضوية النيتو مضيفا أن الجيشين الأمريكي والسويدي يجريان تدريبات منتظمة بالإضافة إلى أن القدرات السويدية حديثة ومتطورة وكبيرة تصريحات أوستن جاءت خلال لقائه بنظيره السويدي بيتر هولتك فيست في مقر البينتاجون وذلك حسب البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية من جانبه أكد الرئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أن بلاده ستدافع عن السويد وفنلندا إذا تعرضت لهجوم حتى قبل انضمامهما إلى منظمة حلف شمال الأطلنطية النيتو وأوضح مورافيسكي أنه يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف بمثابة إشارة هامة لتعزيز الأمن في أوروبا مشيرا إلى استعداد بلاده لبناء قواعد دائما لحلف النيتو لاستعاب وحدات عسكرية صغيرة للانتشار السريع رهنت الخارجية الروسية فتح مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بالنظري في رفع لقوبات المفروضة على روسيا وتصدر أوكرانيا أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم معظم بضائعها عبر موانيها البحرية لكن منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانيها الصغيرة المطلة على نهر الدنوب أعلنت روسيا عزمها تصدير النفط الذي رفضته الدول الأوروبية إلى آسيا ومناطق أخرى وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك إن موسكو ستحافظ على أسواق التصدير مشيرا إلى أن صدرات النفط الروسية تتعافى تدريجيا وأن قطاع الطاقة في البلاد ليس في الأزمة بتزامني قال مستشرو الرئاسة الروسية ماكسيم أورشكين إن الاقتصاد الروسي سينكمش بما لا يزيد على 5% هذا العام مقدما توقعات أكثر تفاؤلا من تلك التي قدمتها وزارة الاقتصاد وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية هذا الأسبوع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 7.8% في عام 2022 وكانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع انكماشا بأكثر من 12% وهو ما كان من شأنه أن يصبح أكبر انكماش منذ انهيار الاتحاد السفوتي فيما قال أورشكين كذلك إن التضخم في روسيا لن يتجاوز 15% بحلول نهاية العام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة